أكثر من أربعة ملايين طفل خارج التعليم هذا المشهد هو الصورة السائدة في اليمن البلد الذي نهشته الحرب وأهلكت الحرث والنسل فيه طوال السنوات العشر الماضية صورة قاتمة رسمها ممثل منظمة ليونسف في اليمن بيتر هوكنز في حواره مع أخبار الأمم المتحدة لحياة الأطفال في اليمن وجود أربعة ملايين ونصف المليون الطفل في اليمن خارج أسوار المدارس تنظر بجيل يعاني من الأمية والحرمان من التعليم ما بين خمس وعشر سنوات وذاك ما يشكل قنبلة مقوتة في البلاد التي تصارع كل أشكال المعاناة وتعيش مأساة حقيقية بفعل الحرب المتواصلة التي أشعلتها الميليشيا الحوثية ومن يحالفهم الحظ في التعليم فإنهم يتلقون دروسهم في مدارس لا جدران لها ويفترشون الأراضي والساحات دون توفر أدنى مقاومات التعليم لهم حياة بائسة يعيشها أطفال اليمن لا تتمثل في تساربهم عن التعليم في حزم فليمن باتت الأولى عربيا في عمالة الأطفال وعلى الرغم من حظر التشريعات اليمنية لتشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشر بموجب قانون حقوق الطفل رقم 45 لسنة 2002 إلى أن هذه الظاهرة تنامت خلال الأعوام الماضية حتى تصدرت اليمن قائمة الدول العربية في نسب عمالة الأطفال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر